اشتركوا في القناة والاشياء الممتعة اللي صارت معنا طبعا فاجأتنا ايبيك جيمز بنشر البث تبعنا طبعا يا ريت من كل متابعينا اللي هي فورتنايت ميدل ايست زي ما انتم شايفين اللي هو شاهد زورو صفرين اكس تسعين وهو يحاول القضاء على ملك العاصفة والزنازين وباقي الاشياء الجديدة بالطور انقذ العالم ونشروا اللايف تبعي طبعا بتشكر كل واحد اجا عمل ريتويت وعمل لايك يعني بتمنى منكم كل هاتكم تروحوا تهجموا وتعملوا تويت لانه هذا دعم للي ولكل اليوتيوبر ان شاء الله يصيروا يدعموهم وكمان زي ما بنعرف اللي هو منروح على فمنروح على ففي عنا اللي هو الشخصية اللي نزدت معنا من لعبة طبعا الشخصية انا جبتها لازم توصل لفل العشرين بلعبة طبعا اذا كنت بي سي بتحملها عن طريق طريق اللانشار اذا كنت عن طريق الموبايل بتحمل وبتنزل اللعبة وبتلعبها طبعا كيف تقدر تجيب هاي الشخصية بطريقة سريعة اللي هو مثلا منفوت على هاي اللعبة لعبة البريكر منفوت بنعمل تحدي سريع فبدي اعطيكم الطريقة اللي هي كيف تلوّل بطريقة سريعة ففي عنا هون الزر اللي هو فصبعا زي ما انتم شايفين هون حاليا انا بدي العب بايدي فهون عنا زر بنكبس على زر راح يصير الجيم يكمل لحاله كل الاشياء راح يكملها لوحده وراح يتلوّل بسرعة هاي يعني حبيت افيدكم فيها لانه انا بالبداية صراحة اصبعي انكسر والزر الماوس انخلع قد ما كبست فطريقة الصدفة اكتشفتها زي ما انتم شايفين هون قاعد لحاله قاعد يعني بيلعب لحاله الكمبيوتر وبلوّل وبساعدني بطريقة هاي وبطريقة سريعة جدا فخلينا نرجع على اخبارنا اللي هي اللي موجودة عندنا في سيف دا وورد فنبدأ فيها كاملة واكيد طبعا بتشكر اخوي بنكو دائما على الاخبار اللي دائما بترجمنا اياها انا بصراحة بالانجليزي ما بقدر او مقدوريتي اني اترجم هاي الاخبار باللغة العربية كل الشكر لاخوي بنكو يعطيه الف عافية على تعبه اللي بقدمه لإلي ولإلكم كمان هاي الاخبار اللي بوصلكم اياها وكل الشكر لإله طبعا نبدأ باخبارنا طبعا اخبار التحديث الخاص بطور زومبي اللي هي بتاريخ عشرين احداش الفين وتسعتاش اللي هو بحكي لك اهلا بكم في اسوأ كابوس في فورتنايت طريقة جديدة للعب طور الزومبي تسمى الابراج المحصنة قاتل الوحوش وتجنب الافخاخ وتجهز وتغلغل في الاماق لمواجهة الشر الهائج في الاسفل بالحديث عن الرعب ووحش ملك العاصفة في حالة هيجان في تواين بيكس واسلحة مثك للحصول عليها عند انهاء مجموعة من التحديات الاسبوعية عند القضاء على وحش العاصفة واضافة خاصية وضع الالوان للأسلحة وكيد ذكرنا لكم في الاخبار السابقة وصارت متاحة عنا طبعا هون مش عارف اللعبة فتحة هون عندنا انه نكبس ما منتغاضاها طبعا هون عندنا اول خبر نبدأ فيهم اللي هو بالابراج المحصنة اللي هو تقول لشاعات ان هناك منطقة محظورة في مدينة الهالوين هكسلفينيا ويقولون ان هناك ايضا اسلحة جديدة وابطال ايضا لتجنيدهم بالاضافة الى متاهة عميقة ومفتيح سحرية وعملات ذهبية يبدو ان الوقت قد حان لاكتشاف كل هذا طبعا هذا الحكي شفناه من خلال البث طبعا مهمة جدا الرهيبة اللي هي مهمة الزنازين اشي خرافي وجدا بيستاهل يعني منتشكر ايبك جيمز على هذا الشغل الحلو طبعا هيرو جديد عنا هو الهيرو الشبح طبعا يمتاز هذا الهيرو بتأثير وضرر كبير على الوحوش او المست مونستر زيادة الضرر ضد المست مونستر حتى بنسبة اربعمية واربع وعشرين بالمية بناءا على كمية الصحة المفقودة لللاعب زيادة الضرر ضد المست مونستر حتى نسبة ميتين واربع وعشرين بناءا على كمية الصحة المفقودة لللاعب بالاضافة انه في حالة تعرض اللاعب لضرر هناك فرصة خمسة واربعين بالمية لخروج أشباح هي الأشباح اللي بتعرفوها لتسبب ضرر لمن حولها في محيط نصف مربع وزمن تأخيره اللي هو ثاني ونصف الكول داون طبعا هون عندنا شخصية السمكة شخصية جدا رهيبة صراحة من الشخصيات الحلوة والمثيرة طبعا إيديه وزعونا في تبعته من مأخوذة من الأشياء تبعته السوتورم كينغ اللي شايفينه هذا اللون مأخوذة منه فخلينا نشوف هذا الهيرو اللي هو محترف أسلحة حادة في أعماق المياه العذبة يمتاز بضرر كبير في المواجهات القريبة طبعا بيرك الفريق راح يكون اللي هو بيرك الفريق اللي راح يكون عنده طبعا هون إحنا قاعدين بنقرأ بهاي العنوين وأنا قاعد بقرأ بالترجمة طبعا اللي هو زيادة ضرر أسلحة الميلي بنسبة 44% بناء على نسبة الصحة المفقودة لللاعب بيرك القائد إذا كان أساسي اللي هو زيادة ضرر أسلحة الميلي بنسبة 44% بناء على نسبة الصحة المفقودة لللاعب بالإضافة إلى أن القتل باستخدام الضربة الحارجة الخاصة بالأسلحة الميلي لديها فرصة 60% لخروج أشباح الفانتازم التي تسبب ضرر لمن حولها في محوية نصف مربع وزمن التأخير له الكولداون ثانية ومص طبعا ننتقل على خبر اللي بعده اللي هو وحش العاص في الميثيك اللي هو ميثيك ستورم كينغ فأكيد هذا الخبر يعني أكيد حكينا عنه وتكلمنا عنه من قبل نداء لجميع وتقارير رصد الكوارد تسجل هزات أرضية وتقارير تشير إلى أن ملك العاصفة يندلع بقوة عظيمة نحتاج لللاعبين قوياء للوقوف في وجه والإطاحة به أجمع خبرتك وقدرتك كاملة في آن مواحد طبعا يعني احنا فتنا بالبث طبعا تيم عشوائي مش تيمي اللي دايما بلعب معه فتنا تسلينا شفنا كيف الوحش فأكيد يعني رح تكون من خلال بثوث إنه نقدر نقضي على هذا الوحش وتكون تجربته لإنه فأكيد يعني احنا هسا الأولى إنه أجيب الشخصية تبعة لعبة باتل بريكرز نزلكم الأخبار نغطي لكم الأشياء كاملة فمننزل على اللي هي الأسلحة المثك اللي رح تنزل من وحش العاصفة بس نقضي عليه طبعا إضافة سلاح جديد اللي هي الأسلحة الجديدة لإضافة الأسلحة بشكل عام اللي هو اللي رح تنزل معانا يعني بشكل عام اللي هي الأسلحة يعني المثك لما تيج تقتل الستورم كينغ رح تنزل معانا هاي الأسلحة عندنا هون المسدس سيف رشاش عصاي والاربي جي اللي راح ينزل معانا طبعا هون راح يكون عندنا المسدس اللي هو مسدس جديد من حزمة أسلحة الهلوين الجديد سيكون متاح في السوق الأسبوعي اللي هو فجر الخميس يعني اليوم يعني راح يكون نازل معانا هذا المسدس طبعا إضافة سلاح جديد اللي هو القطاع اللي هي قدامنا اللي هو سلاح أكس جديد من حزمة أسلحة الهلوين الجديد اللي يمتاز بتأثير كبير وضرر مناسب طبعا مش ذكرين ايش الضرر أو الأرقام اللي راح يسبب لنا إياها كاملة اللي هي هاي الخبر ما راح يمش ذكريننا إياها ففي عندنا هون بعض التعديلات اللي هو التعديلات اللي راح تكون عندنا اللي هو تم تعديلات قاذفات الصوريخ والقنابل أو المعروفة بالركت لانشر زيادة نسبة المتانة للقاذفات حيث سيصبح أصعب كسرها بالإضافة إلى استهلاكها نوع جديد من الذخيرة اللي هو زي ما منعرف الطلق الاربي جي صار يتصنع تصنيع معنا ومعظم القاذفات الآن تستهلك الذخيرة المتفجرة التي عليك تصنيعها بعض هذه القاذفات تستهلك ذخيرة الإنيرجي بدل من الذخيرة المتفجرة زي أربي جي اللي هو من حدث الفضائيين أكيد كلاتنا من يعرفه فهون عنا آخر شي بالأخبار اللي موجودة عنا اللي هو تم إضافة تصميم لشاشة العرض داخل اللعبة الجديدة خاصة بطور اللعبة الجديدة المعروف بالأبراج المحصنة فلما تفوت على مهمات الزنازين راح تشوف ستايل جديد للهيلث شكل الأسماء كيف مغيرين أشياء فيها الأسلحة مكانها بمكان جديد فأتوقع هذا هو التعديل اللي حكولنا عنه إنه راح يقوموا بالتعديل زي البتل رويال الجزء الثاني فأكيد إن شاء الله إنه نشوف أشياء جديدة وأشياء ممتعة بلعبة Save the World لأنه زي ما تعرفوا كل ياتكم اللي عندي في القناة إحنا متمسكين في هاي اللعبة اللعبة حلوة كثير ممتعة جدا فأكيد لهون بكون أنهينا جميع الأخبار فأكيد يعني تجارب الأشياء كيف نخلص الستورم كينغ أكيد كل ياته هذا راح نغطي لكم إياه إن شاء الله أول في أول لولا بكون وصلنا له هاي تمقطعنا سمع أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الكومنت وطبعا الأخبار راح أنزلكم إياها على الانستغرام للناس اللي حابين يقرؤوا هاي الأخبار كاملة مترجمة بنزلها على الانستغرام وكمان إذا حابين تقرؤوها بتكون موجودة في عنا بالدسكورد رابط الدسكورد بتلاقوه في صندوق الوصف مكتوبة كاملتين إذا بتحب تقرأ وبتحب اتراجع الأخبار قراءة إذا إشي إنت ما فهمتوا مني بكون مكتوب وإذا إنت حاب تفهمه أكثر لهم بكون وصلنا نهاية مقطعنا وإذا حابين تدعمونا في كود الأيتم شوب دعمكم نازل للأمانة أكيد أنا عارف مدارس واختبارات أكيد الكل مش قادر يلعب إذا قدرين تحطوا الكود X90 يعطيكم ألف ألف عافية ونشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله